من الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن التبعه ده ما شرى الحضور الكرام ومحترمين من أبناء العدالة والترمية والمتعاطفين معه والمتابعين مباشرة أو عن قرب مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل صراحة سمحولي أنه وهبا تدخلات ديال تدخلين ديال الأخوين الكريمين سي عبدالله بوانو سي درجل أزمي وبكل صراحة أراه ما خلولي ما نقول فإن أبغيتي وقع ما نقول والو أنا موجود لا هذا خطار هذا لأنه المعطيات اللي أعطاه وبعضها اللي أعطاه السيد عبدالله بوانو أعود شرحه السيد ريس وكره كافية ولا تحتاج إلى إضافة ولكن أنا سمحولي كأمين عام ديال حزب العدالة والتنمية نبدل واحد للمجهود باش نمسط شوية هاد المعاني لأنه ربما هما كيتكلموا بالدرجة اللولى مع النواب البرلمانيين والصحفيين يعني المتابعين واللي عندهم هاد الاخره والنخبة ولكن كان واحد المشكل وهو أن هاد الميزانية هي ميزانية ديال المجتمع المغربي والمجتمع المغربي فيه هاد الناس اللي كيف همو هاد شو تسميتي هم تنمية المستدامة وكلمات ديالك الجميلة طبعا السيد ريس راكي يبدل واحد المجهود كبير باش يدرجه باش ي الاخوان كلهم في الحقة ديال العدالة والتنمية لأنه السياسة ديال هاد المرحلة ديال البشرية مبنية على الغموض را ما كنت شعب كيف همت حكومة شكدير علش لأن ذاك الشي اللي كيدل الحكومة في الغالب إلا من أخذ الله بيديه وإذا كان شي حكومة صادقة يعني هو مبني على الاستفادة من الغموض ومن عدم فهمي ما يقع للناس في حياتهم بسبب هذه السياسات وهذه الحكومة ديالنا بالخصوص وانا قد نقول لكم نحاول نخص الأمور الكبيرة في مفاهيم أولا أنا أعتقد أن الخلاصة دياله الكلام اللي قاله الإخوان هو أن هذه الحكومة فاشلة والفشال ديالها هو جينيتيك بحيث حتى أنا عبد الإله بن كيران أقر أمامكم أنني كنت مخطئا في البداية لأنني تخيلت تخيلت في لحظة من ربما السداجة أو الأمل أن هذه الحكومة سوف ييسر لها ما لم يتيسر لنا وسوف يتفتح لها الأبواب والصناديق وسوف تنجزوا ما لم نكن قادرين على إنجازه ربما مما كنا نتمنى أن ننجزه وقلنا إليك أن تسيدي هذه الحكومة سوف يتجي والمغرب معها يتقدم وتحسن الأوضاع ديال المواطنين ونشيوه في الاتجاه الصحيح ديال دولة بحل المغرب حي الدولة بحل المغرب راه الإخوان ماشي دولة عادية بالاعتراف ديال الرئيس الفرنسي أن هذه واحد دولة من أقدم الدول في العالم من اللي يريد أن يقرنوننا تقرنوننا بالصين الشعبية وتقرنوننا باليابان وتقرنوننا بوحد دول قديمة جدا المغرب هذه 1200 سنة و1300 سنة عفوا وشوية صحنا الرقم منذ المجيء ديال المولى إدريس رحمه الله وهو دولة مستقلة وهي دولة عظيمة وقامت بأدوار ودفعت عن الإسلام في الأندلوس وحتى بقية هناك تمانية قرون وحامت ظهر العالم الإسلامي وأصبحت عندها شخصية معترف بها نترى لله وجاء الاستعمار الفرنسي للجزائر في 1830 وبقى وقف في الحدود ديالنا من 1830 حتى 1912 عد قدر يدخل بعقدي حماية ولم يدخل يعني باستعمار وقبله العثمانيين جاء وربع مئات سنة وموقفين في الحدود ديالنا دون أن يتجرأوا على أن يدخلوا إلى آخره وعندنا يوسف المتشافين وعندنا يعني المنصور الدهبي وعندنا المولى إسماعيل وعندنا 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 أشياء كثيرة الحمد لله اللي ما كتخلناش نرضى وأننا نقول لي وكانت قارنوا بشي دولة عد البارح تزادت فهمتيني نولي الله بشكلين أو بآخر كان نقولوا نحن لا يمكن نشد والحمد لله حتى حتى هذه المراحل الهادي تم النهار اللي جال استعمار المغرب الدابة فهمتيني نولي الله داز هذا الشي بوحد طريقة مختلفة فيها واحد اليوطي كان كي يعطرف تقول الديانان ما تقارنوش المغرب مع الجزائر أنا ما تنبغيش جنف باطا كلا لجغير وستكون زعم أنا تنعتبر الجزائريين خطنة وإحنا ويهم دات واحدة ولكن الواقع هو هذا والتاريخ هو هذا قال لهم ما تقارنوا لي شيء كان في الجزائر قبل ما يجي للمغرب قال لهم الجزائر هذه القينا واحد الشعب ما عنده دولة هنا يجينا القينا دولة والقينا نظام والقينا اليوم قمتينو اللفع وتبعين ذك التكتوك وتبعين ذك الخرابيق خصكم تعرفوا بلادكم بعدها شنا هي راه ما راه الاجتعمار الفرنسي ما كانش كيقرر في المغرب كان كيقرر من خلال الضائر اللي كيوقع عليها السلطان إمام يوسف أو محمد الخاميس رحمه الله أو أو أه يتبرك الله على النواب البرلمانيين غالب الضنش مكالمة من الأمم المتحدة هذه لأنها مؤمنة أمثلين ولله تجيز تشويش على الأمين العملك هذا من الإخوان الأفاضل بطبيعة الحال فإذن قلنا أنه هذا مغرب وهذا المغرب هذا يعني أنتم عارفين أنه النهار لتمس محمد الخاميس رحمه الله يعني بعدها بضعة أسابيع قام التورة في المغرب ولم تهدأ احتراجع السلطان الشرعي وبعد منه الحسن التاني رحمه الله وبعد منه محمد الساديس وإن شاء الله رحمه الله رحمه الله هاتشي غادي استمر فخصنا نبقو نشعروا بهذا الخصوصية وخصوصا من دمروهاش لأنه الدول تكبر بالأخلاق وبالقيام وبالمبادئ وبالمواقف البطولية لا تكبر لا تكبر بأنك درتها بي الدير غادي تجيب حكومة فاشلة غادي تجيب مستشارين فاشلين غادي تجيب رؤساء جماعة فاشلين غادي شي غادي يكون متابع في حالة صراح شي غادي تفكر كيفاش تدير باش تحبس هم ما يدخلوش نهار ليجي السلطان غادي تبدأ تدخل في التخربيق والتزربيق فهمتين ولا ولهذا هذا الحكومة هذه كنقول لكم عند عيوب جينيتيك لأنها في الحقيقة هي نتيجة مؤامرة بدأت سنة الفين واثنين من لي من لي التعرف باللي العدالة والتنمية انتقل من اربعة عطاش الاثنين واربعين ولا لا يعلم شحال فهمتين ولا لا يعني يعني قامت القيامة وبدأت واحد الفئات واحد الفئات عندها نفوذ في الدولة وما بقين غادين في هذا الاتجاه هذا ولو اننا وصلنا الواحد وعشرين يعني جات جات الحركة من اجل كل الديمقراطيين اذا الا العدالة والتنمية ومن شابهها ثم بعد ذلك جاء الصلاة والمعاصرة جاء بالله الرياح للربيع العربي ترس دك ترس دك شك يسمي هذا دك اللي يخوف به البراطل الفزاعة لا تقول لها بالدرجة خوف البراطل لها انت كتسمي الوالدة خوف البراطل لديك خوف البراطل لديك هذا الطيب يخوف البراطل لديك ترس من الناس اللي بحق لهم شوية وعند هم كرامة وعند وماضي بحال ودي الاسفي وحال الاخري الاخري وبقوا فيه بقوا فيه يعني المعاش العيش بقوا فيه العيش فهمتين لله روما اللي كين الى حد الان نقول لكم نك الشي هو اللي كين و ترس ذا شي وطلع العدلة والتنمية اللي ما بغو وش يجيب اتنين وربعين طلع المياه وسبعة ومن مياه وسبعة طلع المياه وخمس وعشرين وقالوا وش غندروا ومن قالوا انهرسوا هذا العدلة من خلال تكسير الامين العام وكسروه فهمتين ولله ولكن بقى فيه واحد العرق حي وبقيت الساعة لحد الان هذا العرق فهمتين ولله حي وخدموا الأمور فهمتين ولله وستطعوا يوصلوا للنتيجة الالفين وواحد وعشرين ولكن البام كان تهرس خاص شي حاجة بحل البام المعادير وماشي الأحرار الأصلي لك الأحرار الأصلي يجيبوا بحال عثمان ولا يجيبوا بحال المنصوري ولا على الأقل بحال المزوار غيبنا بعد في شوية الحياة ما يجيبوا أخنوش هذا أخنوش ما يعني هذا ما عنده ما يعطي نقول هلكم من دابة ونقول هل الحكومة ونقول هل لمن أرد فهذه القضية هذه الحكومة هذه نهار لول قلنا يا ربي يا ربي على الله ما تعرف ما تعرف وإذا به تبين بعد هذه السنوات الطويلة والمؤلمة في حياة الشعب المغربي أنه لا وسمحوا لي أخطر ما يمكن أن يستنتج من كلام الإخوة الكرام أول شيء هذي الناس هذو قلتين يضعفوا الدولة وأنا سمحوا لي أنا رأني أنا إنسان والشعب وتنبغي الشعب وتنموت عليه وتندفع عليه وهذا ما بقيتش محتاج نقول لكم سمحوا لي رأنا بقي غير ما تبقى من الجيل الذي سبق ما أنا وملطقيا كان خاصة نكون ما نكون في داري ولكن هذي الساعة نبقين هنا هذه المسؤولية والديمقراطية هذي شيء لقلت وخانا كان بغي الشعب سمحوا لي الدولة عندي يلول لك نكون معكم مواضحة علش قلت هاليكم اللي كنت في البرلمان لكان شيء واحد فيكم تسمع لي تقال لك الناس كان شيء يتفرج في الإله بن كيران بحل يتفرج في البارسة وقل لما شين توم هذو كلي تتفرج في البارسة ومال يتفرج في يام أنتم ألم الله فاش تتفرج همتين ولا لا يمكن يكون فيكم شيء واحد بحل واحد الآخر يوم جاء تال الخر ويكون فهم كل شيء بسرعة فلنكون واضحين قلت لكم إلا عش يعيش أولاده خص الدولة الدولة تبقى وخص ها تكون قوية دبه الناس روما يحطموا الدولة أنا غير شرح دبه حدث مشكل مع الطلبة ديال الطيب أنا غنقول لكم واحد القضية ربما غير تفاجئ أنا متفق مع الدولة على ذاك الإصلاح اللي بغا تدير ولكن الطريقة بغا تدير طريقة ديال تنزيل كانت مصيبة حلا وبقي نضيع الوقت وفي الخر تنازل نازل يعني كحكومة تنازل للطلبة مزيان الحمد لله على الطفل اللي ما ضع لناش الطلبة ولكن كنت درتي هات شي بطريقة جيدة وشرحت بطريقة جيدة وكنت معقول ومن نسع لول تفهم الناس باللي يدخل على واحد الشرط نحن 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 في التقاعد مال هدو ما تفهموش من اللي جيت ل الإصلاح ديال التقاعد قلت للناس اللي كانوا يوجدوا مع الإصلاح قلت لهم ما يمكن لكم ش الناس اللي يدخلوا على واحد الشرط تدخلهم ذاك الشرط تعليم العالي تلقيت في الضريح قال لي أنا واسقع اللي قلت هي أنا لما كان عقلش عنهم زيان انت نشوف هم يتخلطوا لي في الحقيقة قال لي رأنا واسقع اللي قلت وانت قال لي لنا كان صقع وقال يجيب لنا الشيخات هل يجب يجيب الشيخات فين كي وصل ل لا باش يعرف باش بغيات سياسة الشيخات وهي قد توصل للنتجة اللي وصل لها وزير التعليم العالي عقلوا في انجلتالي كي تكون الأمور واضحة واضحة في الدين لكم بقينا محتاجين حتى درنا كنا مضطرين ندروا تغيير حكومي ونجيب وزير التعليم العالي بصراحة أنا ما تعرفوش ولكن سمعة دياله سبقه بأنه رجل فاضل وفي المستوى وكانت مناله من الله سبحانه وتعال التوفيق ثمتين ولله وحل المشكل أو رغا رغا دي يحل ولكن ولكن شنو هي الخلاصة هي أنه غدا وبعد غدا أي إصلاح بغيتي تدير إلا ما كنت إلا يعني إلا ما بغوش الناس رغا دي يوقفو يوقفو وجهك حتى تضطح معناه أنه الدولة مبقاش قادرة تعمل الإصلاح الآن هذا خطر هذا الحكومة خطر على الدولة إنني أقيل أنا النذير العريان إنني أقول وهذا الشي هذا هو اللي دار مع الناس دي للتعليم حتى في الخرط نزل لهم كاملين وعطوهم زيادات يعني كيف مكن الحال أنا فرحان الناس ديال التعليم يكونوا عندهم ذاك الزيادات ونزيدهم أكثر ولكن واش معقول تكون كتدير الزيادات في هالظروف هذي اللي كيتكلم عليها الإخوان وعلى الأقل ما تكون شخوضوع خوضوع في موضوع ديال الإصلاح ونفي الشيء دبحنا مع المحامين ونفي الشيء مع كتر الضغط ونفي الشيء مع ونجحة فيه خصة تكون صارمة بحلق للأخ وتوقف في وجه الناس اللي ما بغوش الإصلاح اللي معقول وتتواجه معهم وتتخذ حقهم القرارات اللي قصة تتخذ وخا تكون قاسية ولا ما قدرات شغل بها خصة تبشي في حالها شو هد الحكومة هذي اللي كات فشل وتبقى 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 هد شي ما معروفش في الدنيا قاع انه شي واحد كيفشل وكيفقى في المهمة دياله جوسوي ديزولي اتمنى ان يسمع كلامي هد الحكومة الاخوان هد الحكومة هده الاخوان اعطوكم ادلة على الكذب والتدليس الكذيب واشكتعرف شنو الكذيب الكذيب لا يجوز اصلا يعني يعني البخاري رحمه الله فيما اذكر ذهب لياخد حديثا عن احد رواة الحديث لقاه كيعيط على واحد البغل هربان له بواحد العلاف ذاك البغل جايبش يكل في العلاف انتبه البخاري اذا كنت اذكر هو المعني بالامر انتبه الى ان العلاف خاوي قال هذا كذب على البغل ما ناخدش منه الحديث على بغل ما رضاش باش باش واحد فكيف فكيف بالحكومة خسكم تعرفوا باللي الحكومة يمكن ما تقولش الحقيقة ولكن ما خصش تكذب في جميع الاحوال لانه الى كذبات انتهى كل شيء الحكومة ربحا الاب 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 بدك يكذب على الولاد وشوفوا كيف يديروا معه هديرها مصيبة هدية ومين الكذب والتدليس اللي كدير امتي لكثير اغرق فيها الاخوان فهمتين ولا لا انا قاعد مش مش متال يكون يكون فاقع ويكون ويكون فاضح فهمتين ولا ما حضرني ش بزاف ولكن ما زال في الدهن ديالي انهم جوا تيقولوا تيقولوا بلي الاراميل خليدك شي اللي قال السيدريس ديال الارقام ماشي صحيحة فهمتين ولا تيقولوا الاراميل غادي يقول لي ان كانت عندهم واحد وعشرين الفريال غادي يقول لي عندهم في الفين وستة وعشرين اربعة وعشرين الفريال تحسنات الاوضاع ديالهم هذا كذب وبهتان اما شي ما غا تكونش عندهم ربعة وعشرين الفريال في ستة في الفين وستة لا ولكن 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 كتقول تحسنات الاوضاع ديالهم هذا كذب وبهتان لانه ما تحسناتش الاوضاع ديالهم وتانيا هذيك البرال اللي كانت كتاخد واحد وعشرين الفريال في 2023 أو 2024 حبستي عليها وبدتك تأخذ 10 ألف ريال إلا أخذتها إلا ما كانش طالع هذاك المؤشر الاجتماعي هذيك المرة هذي قل لي كيفاش غددبر 2024 و2025 إلا ما توصلها إلى 2026 كيفاش هاتش هذا وهاتش كله دبع لاش لأنه كان وحد وحد المارد مارد اسمه العدالة والتنمية وحد ما عدش غنسميه فهمتينو لله يعني اسميته عبدالإله من الكيران خص هات الجوجي تحتمو ووالو أنهم داروا كل شي اللي بغاوا وخدموا على هذا الشي وخدموا وخدموا حتى من خلال الأخطاء ديال الإخوان ديالنا مع الأسف الشديد في الحكومة من 2017 2021 مع الأسف الشديد وخدموا علينا خدمات المعقول كذلك لأنه كانوا إخوان نجحين تعالنوا بلي نجحين في الانتخابات السيد ريس الأزمي والسي عبدالعزيز العماري تعالنوا بلي نجحين وثم عاود تاني قال لك الله ما هذا خطأ عاودت أن يحيدهم يعني 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 وخوصلوا مية وخمسة وعشرين واحد لثلتاش ما شبعوش وما قنعوش علاش حيث العدل والتنمية باقي موجود في الداكرة ديال الناس وطبعا نحن نبدلون جهودنا باش نقوموا بالدور ديالنا ودك شي تيخلينا حاضرين في الداكرة ديال الناس وغن نبقاوا حاضرين أرتيش ديرو بغتيوا تصفيوا هاتش يصفيونا كاملين واخد تصفيونا كاملين غنبقاوا حاضرين هنخرجو لكم في الإحلام ديالكم هنكونون بفو كوشمع لأنه ونكزيست ولأنه هذه طبيعتنا احنا ناس سدج جينا للسياسة بالنية وكان ديروا السياسة بالنية وهذا ما لا تستطيعونه والمغاربة كيعجبهم النية أجي يقولوا شوفها سيدي المغاربة اللي قالوا اللهم قصحوا لك الذاب تكت كذب أنا ما كان كذبش تحداكت القلية كذبة وحدة لا أنا للإخوان ديالي هنتين لله ولهذا هذه الحكومة هذه هات الحكومة الإخوان من العيوب ديالها العظمة أنها جات وقالت لك غن دير الإصلاحات طبعا كين الإصلاحات كثيرة في المغرب ولكن كين جوج كبار ضروريين وخطيرين حيث الشي الأخرى الحمد لله درناه إحنا يا قبل وهات الجوج هادو درنا فيهم طرف الكبير وكان خصوهم يجيوا ويبنيوا على ذاك الشي ويديروا الإصلاح ديال التقاعد وإصلاح ديال المقاصة وغن قنع طارف بواحد ضعف قالية أنا وهذا سيد ريس خمتين لله أخا هو جسدي ينضعف مني خمتين لله قلت لي قلت لي يا السياب لي لا ما غير ديروش هاد الإصلاحات قلت له غير ديروما السيد ريس قل لي علش قل لي أنه ضروري ما يمكن له مش ما يديروه مش رألو كان ما درناش حنا الإصلاح ديال التقاعد في الفين وثلاثة وعشرين ما كانوش المتقاعدين غير القوم يخدو أربعمائة تالف متقاعد ما عندو مش ما يخدو ونحن ندرنا هذا الطرف وهذا الطرف غير يسمح لهم إلى الفين وسبعة وعشرين سيعايز أخنوش مضطر يدير الإصلاح ديال التقاعد دابا كانت سمع سمحوا لي يا غير بحالي بحالكم كانت سمع اليوم بلي في القانون ديال المالية ما كانش الريحة ديال هذا الإصلاح يوفقاش غادي الدار إصلاح التقاعد إلا ما الدارش في الفين وسبعة وعشرين الفين وثمين وعشرين ما غير القوش ما غير القوش المتقاعدين ما يخدو أنا كانت سأل المغاربة من اللي كيسمعوا هاد الكلام واشك بعدك يسمعوه لما كيسمعوش واش كيسمعوه لما كيسمعوش إنتابهوا المتقاعدين إنتابهوا ما تبقاوش تقولوا زيدونا مية درمنا مية سين درم شوفوش لغات تفقدوه لقد دار الله والإصلاح ديال المقاصة الإخوان الكرام أنا اللي درتو وتنتحمل مسؤوليتو وتنعتزو وتنفتخر به وهو اللي سمح باد بادشي كول شي هدا هاتشي اللي دابا قلسة لا اللي درنا احنا يا ولا اللي كدر هذه الحكومة ولا اللي دارة الحكومة اللي قبل منها أنه مكانت دولة من إمكانية مادية سمحت لها بهاتشي كامل اللي قال سكت من ضع لنا به لأنه وهاتشير اعترف به اعترف به رئيس الحكومة نفسه قال له كان لو وقفنا الإصلاح ديال المقاصة اللي دار الميزانية غادية واللي متقوبة والقجع قال لهم لو وقفنا إلى ما درناش لو كان ما دارش الإصلاح ما يقول لها تعليم ولا صحة عقلي على هاتشي واللنسيتيو حيث حتان بغربك يظهر ما عندهم غرض بهاتشي خاصكم تبقوا منتبهين هالمغرب راه هذا مصيركم وستقبلكم وفلوسكم رمشين اللي قبط شي 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 بركة ودارها في جيبو تقولوا أنا مالي تبرسهم بعد ديال الطوفان أنا وابعد ديال الطوفان ولكن ولادك وبناتك والأحفاد ديالك وهذا المغرب فين غادي قسنا نعرفوه فين غادي ما قادرين شري حديل الشي والإصلاح ديال المقاصة ما قادرين ش يديروه أعطوه 95 مليار ديال درهم للناس وزادوا عشرات درهم في البوطة فحنا يا كنا نقولوا ما غن نعطيه وش للناس 95 مليار درهم بالحق اللي كي يشري البوطة وما عندوش غن نعطيه الفرق ديال التمان أو اللي غن نعطيه بوطة مجانا لو كان داروا هات الشي هذا اللي كنا نقولوه اليوم وكانوا كي يظهر متفقين معنا لو كان ما يكونش مشكلة وخا تزيد في البوطة أسيدي جاتك البوطة ب80 درهم غال يا أنا غن نعطيك وحدة فابور وحدة على حسابي فابور ما تخلص تاريال أو الليلة زدت عشرات درهم زدت عشرات درهم بطريقة سهلة وميسرة ومن اللي كي يبغيوا يستعملوا ذلك الشي راكي يديروا إلى عقلتيه في الكوفيد وانا اللي كنت وراء الفكران اللي ولا ديالي يعطيه دغيات تعطوا الفلوس للناس اللي محتاجين فانت يولي الله 800 درهم 1000 درهم 1200 درهم وصل ذلك الشي فانت يولي الله كأن الجن يحركونه وموقع الحمد لله في الكوفيد حتى شي مشكل إذن من اللي كي يبغيوا يديروا شي حاجة ولكن هما ما تيبغيوش ما تيبغيوش يعطيه ما تيبغيوش يعطيه للناس تيبغيو يعطيه البعض الصحفيين يعني البعض الصحفيين يعني المرتزقات يبغيو يعطيه كي حركوا السياسة بالفلوس والفلوس راكي عاونوا ولكنهم محدودين وهذا كي تعطيه عمروا ما غايش بعديه من غايب قايت وغير ما تعطيه شي غير متضدك وغادي يداب زولك على ذاك شي وسير ذاك ساعته دابة المغاربة نقولوا هذي 95 مليار درهم ياكاستيدريس اللي تفرقات على رجال التعليم وعلى الموظفين وعلى كذا يخصيكون ارتياح في الشعب قولوا لي وهاكا تكون كريمة اذا تعلق الامر بشي بشي فئة مستفيدة واكلة وشاربة وشبعانة فلوس ومخنوقة بهم ما معنى تجيل الشركات اللي كاتربح واحد القدر عالي كتخلص 30% ديال الضريبة تبطال 20% وما معنى تجيل الشركات اللي علاقة دل حال كتخلص 10% طلع على 20% ما معنى هذا الكلام واش فهمتي ولا ما فهمتي وش غير فهموني بعدها واش فهمتي ولا لا اشدك اخوي اشدك انا قللك باش نقدهم ياه ده 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 شنو تجد هدك اللي كاتب تجدنا امو ال 30% اللي مخنوق فلوس كتبطوا العشرين في المية امو العشراء في المية اللي الله كيتمعاش كتبطوا العشرين في المية وكتكون تفرحات حي تجدتين من عضر هدك احمد مطر قال لهم سواسية نحن كأسنان كلاب البادية يعني هده المساوات هده ما شيس مساوات هذا ظلم وفساد في التدبير ومحاولة ارشاء الاغنياء لكي يكون منهم الاعيان لكي يزحفوا بهم في الانتخابات الناس كيتكلموا الشعب المغربي لكن انتي كتسمعني كيتكلموا لان الانتخابات ديال الـ 2026 مشات صافي غادي ديها اخنوش اولا شي واحد كيشفها الاخنوش وشي حزب كيشفها الحزب ديها الاخنوش علاش لانه غايتحرك فيها الفلوس وغايتحرك فيها الاعيان ويتحرك فيها وحنا يا اللي كانت تكلموا للمبادئ وبعض الاحزاب بحال ناشوية وخم اختلفين في المرجعيات ودكشي بحال بحال التقدم الشتراكي الى اخره وما نعرف شكون اخر حنا يا غادي اما ما يدافين احد ولا نديوش شي بركة وش نوصله ولا ما نوصله كيف يعقلوا هذا الكلام والفلوس هذا هذا داء مخريب داء مخريب دبا هذا بحال واحد بحال شي واحد كيعطيه الفلوس للولاد ولمرأة باش يسكتو عليه علاش غايتسكتو عليك إلا كتديرش حاجة مشي يديك تتراجع إلا كتديرش حاجة مزيانة وقف لانه ذلك الفلوس اللي كتعطيهم غادي يتسالوا لك واشكو اللي غا يؤدي التمان هم اللي غا يؤدي التمان هاد الحكومة الإخوان دير لي بغات نجي غير تقولها الناس وتشرح لهم والو دبا أنا كانت تسأل واش كينشي واحد كي يجي كيتكلم مع الناس في هذه الحكومة بسمح لي يا سي عزيزة أخنوش انت خلقيا ما خسكش كون رئيس الحكومة ما كتعرفش تهدر كنت غا نقولك عارفش تهدر غير هادر معنا بالفرنسوية المهم وينفهموك ما كتعرفش تهدر ما كتعرفش تدافع على رسك كينما عارفش تدافع على رسك ما عارفش تدافع على حكومة كي قدير تدافع على الناس اللي صوتوا عليك وعلى شعب ما كتعرفش تهدر ما كتعرفش تشرح التحجة وزديها وكملتيها عندك امتيحان مرة في الشهر نهار في مجلس النواب ونهار في مجلس المشتشارين ما كتقبلش الأسئلة ديالهم كتفرض عليهم الأسئلة ديالك ثم شرحوا لي هاد هاي الشباب عمركم شتيوش يدري كيف يفرض على المعلم الامتيحان تيجي تقولوا شوف هافاش غدوز لي الامتيحان لاجيومتري حيدها لاجيومتري حيدها لاجيومتري حيدها غدترجع واحد زائد واحد يساوي اثنين واحد ناقص واحد يساوي صفر تفوت هادو نضربنا وياك هاد شي لك يدير وكي يجي ياك هاد شي لك يدير تقريبا تقريبا لو هذه واحد زائد واحد لا كي أعرف لا لأنك يجمع كي يجمع الفليسات فكيفاش أنا الإخوان أنا الإخوان كانوا 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 ملكنت رئيس ديال الحكومة كانوا المعارضة كي يطرحوا الإشكالية الكبرى وتي وجدوريوسهم بحل غدين الحرب وتيسفتوا لي الأسئلة وتنجمع الشباب والإخوان ديال اللي كانوا ديك الساعات يعني تيشتغلوا معايا في الديوان الله يجزيهم بخير فهمتينوا لا ولا في الحكومة وكان جلسوا على ذاك الشي ثلاثة واربعا ديال المرات ديال الجلسات كل جلسة فيها ساعتين ثلاثة تسويع وتنجدوا الخطاب وتنمشي وتنديرو وكان سمع الأسئلة اللي كتفاجئني وكان جاوب ذاك الشي اللي كتب الله سبحانه وتعالى وكان رجع للدار بحال شي واحد راجع من دهشر من شي حرب ديال داحسة والغبراء فهمتينوا لله والمرة الجاية والتاني كانت تخلع قبل الامتيحان وكان فهمتينوا دب هذا فهمتينوا لله وفينهما بعدها ذوك الأسئلة كتبعوهم ولمن هادل هادل انتا كوزير كنتي مخبيم ورايا انا كنت كان اعتبرك ناجح وانا كنظن انك كوزير كنتي ناجح نسبير قدرتي بعض الأخطاء خطيرة اهلكتين المادية للمغرب الاخرية ولكن كينا نتائج الاخرية كيخصدك الشي ديال كي تصلح وبالمناسبة بالمناسبة انت كان اوصيك وكان وصيدك الناس اللي كانوا معاك في القرد الفلاحي وانا نقول لكم اعطيوا الفلوس للصغار الفلاحي مشي بوحده جاول عندي واحد نهار وداروا لي واحد العرض طبعا وماك يجيبوا ذاك البرون بابابابابابابا فهمتين ان لا اخوكم لا تقفل شي بركة لا تقفل كل شي لأن جيت انا قلت له هذاك المدير ربطان رابطان رج результат States of Title لا الورقة ديال الملكية تيتر فونسيين لأخير قلت له انت مالك أعطيه الصغار الفلاحين أعطيه الصغار الفلاحين هم اللي غير الدولك بلوراق أعطيهم بلوراق أنا نقول لكم كانوا شيمو الضفين ديال القرض الفلاحي يجيو تيقلسوا مع الناس في القهوة وتياخدوا الفلوس مباشرة يقولوا لي هذا الفلاح المسكين يبقى مخلوع يخاف على الأرض ويجمع ذلك الفلوسات بشكل أو بآخر ويعطيهم وقلت له وخا ما يعطيهم شقاع هاد مئتين مليون درهم ببها من اللي غادي يأخذ هاد الفلاح الصغير شغير يوقع في ملك الله بالنسبة لهذا المغريب ومنسبة لهذا القرض الفلاحي ومنسبة لهذا الميزانية اللي مشيتوا كديرونا تأخذ الرقم هذا خلال الكبير مئة وتميني وستين متى وستا وتمانين مئة وتميني وستين مليار درهم ديال الاقتراض وEnd الميزانية كلها كانت تكتبنا على الضرائم. مش حال كانوا يدخلوا الضرائم من اللي كانت نعم. 180 مليار ديال الدرهم. و40 مليار ديال الدرهم كانت جينا من هنا ومن هنا. دب هاد الميزانية ديالنا كلها المرضودية ديالنا كيفاش هاد القضيات دي. مشينا مشينا كنت تسلفوها من عند الآخرين. بحال واحد الإنسان كيشوف رأسه واحد مع المرأة ومع الدراري كيمشي يتسلف من الملك. كي يجيب لهم الماكلة وشربوا الحلويات وذلك الشي. كيف فرحوا الدراري فرحانين والمرأة فرحانة واحد من نهار كي كتجير بركة كتقول لها تشوف ما عنديش كتخرجوا من الدار كي يطلق المرأة كي 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 يشرب الدراري هاتشي فاش رأهم غاديين. حما كان فرحوش وودك شو سميتهم دوك التمويلات المبتاكرة طبعا دايما كيدلو لكم شي اسماء خاصك انتي ولله تمويلات المبتاكرة الإخوان نعود نشرح لكم. وانا بالطريقة ديالي لقبلتي وهي كاتبشي الواحد 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 المستشفى ديالك وكاتبعو الله سيدي جاي وكاتبعو لها بواحد العشراء وكاتبعو الله مستشفى ديالي لدرهم ولا شي حاجة من هذا القبيل كتاكل الفلوس كتاكلهم في الحكومة فمتنوا الله وكاتبقى تخلص لها الكرة مزيان. ولكن يجب أن تدير هاتشي بواحد طريقة معقولة ما تبالغش لأنه إلا بلغتها غاي بقيت تزاد عليك ش حرق سكتخلص شكل غاي خلص هاتشي الحكومات اللي جاية والأجيال اللي جاية. إلا كان عندهم الفلوس وإلا ما كانش عندهم الفلوس هادوك يعني الدولة هم برانسيب خصوات تحجز على غنو الليو في العابات. وكذر لي من طول شعلكم ياك. هادو الناس هالإخوان الكرام تايدرو حويج اللي لا تجوز. دابا جاوبوني شحال ديال الدراري في المغرب ما تيمشيوش للمدرسة تيقرأوا في الكتاب غير في الكتاب تيقرأوا القرآن الكريم. اللي عندهم من ربع سنين وستاشر عام شحال. عدد قليل جدا لأنه اللي يجبر المدرسة كيمشي للمدرسة. جاء وقال لك سيدي هاد دراري غا منعوهم ما يمشيوش للكتاب بين ربع سنين وستاشر عام. خلاو الهدر المدرسي اللي فيه عشرات الآلاف كل سنة. ودوك دراري كي خرجو ما كتقبلهمش للمنظومة صافي تيقلك هادو لسببين أو لآخر ما كتقبلهمش للمنظوفة. على الأقل 40 ألف كان كان الرقم ديالي كتر من هادش. الرقم اللي كان عندي اللي تقبل من كنقع رئيس الحكومة. الهدر المدرسي دراري اللي مداخلينش للمدرسة أصلا ميتين وعبعة وتسعين ألف. ومشيو شنو هادشها دا. ويتو تعرفوا شنو هادشها دا. هادشها دا أنا عقل عليه. كان معانا واحد تعبان. وماجيوش في الحقيقة ولكن واحد ما نذكروش. في المثال الله واحد اللي كان معانا واحد تعبان. عاميل ديال فرنسا في المغرب. وولدوه جال الحفل الملكي مع الفرنسويين. حيصان طروادة مدخلين لنا شي مرار كتمة. فهمتينيو الله قال لك هادو جايين معا مكرون. أشي دي ديولك جيبهم ديولنا خليهم لنا. لا هاداك جاي جاي فهمتينيو الله لا مثل حوايج ديال الفرنسيين. حيصان احنا يا المغاربة الحمد لله جايين بجلال بوطرابش. كان شعلوا. وهما جايبين داك داك شي ديالهم شي كحل شي صفر شي خضر الى آخره. فهمتينيو الله. يعني كي يخد الملايين. كي يخد الملايين. فالوقت اللي الممثلين المغاربة كان فيهم اللي كيموت بالجوع. وكان فيهم اللي تقول ما بقاش. وبقالية غير نخرج للطوبيس نسعى. ماشي حشومة ماشي عيب الناس اللي يضحكونا. واللي داروا التمتليات. واللي داروا المصرحيات. واللي داروا الأغاني الوطنية. واللي في الخري واللي ماشي كلهم طبعا. كينين اللي شملتهم الرعاية الملكية. لا يجزي بخير سيدنا ولا اللي عندهم مداخل. ولكن كينين كينين اللي هما أدنى. يعني 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 ما كانت اللي مساكنتين يموتوا بالجوع. أو اللي عايشين عايشة ديال ديال الدبانة في البطانة. وهو الملايين ديال الدراعهم. شنو ما دار كل شي اللي كيدير ضد الوطن. ضد الإسلام. ضد الأخلاق ضد التربية ضد التكوين. أنا كنقول هلو كنت تهمه مباشرة. وحد نار جاء قال لك بغي يدير علي إينا برنامج الإداعة الألمانية. وشي برناس بلاد مكيد ده شر اللي كي يسمع شي حاجة. قلت له خليني نفكر واحد شوية. اللي رجع عندي قلت له أنا ما ندير معك شي حاجة. أهلا أنا كنت تهدير عليك كي يقرأوا القرآن بوه بوه بوه. وأملك نفذك اللي جنال خاصة للتربية والتكوين. جاءوا ديك الساعات كي يقول لك ما بين 14 و 16 سنة ما بين 14 و 16 سنة. نحيط القرآن من التعليم ما هو يحيط القرآن من التعليم ما يبقاوش دره كي يقرأ القرآن قال لك علاش قال لك لأنه القرآن خصويتفسار وقارعة تمن?. جمع فهم語 هم القارعة تمن próxim وليلا وخصك تحفظ هالهم لكون صغير واطلب الله بقاك أضره وفراس راستيك يكبر واطلب الله يخاف منها لي انه على حساب اللي كان شوفه انه القارعة تمن classical والحقة تمن الحاقة وهلتاك حديث الغاشية والمراركة باقي خرب قلب لبهم الحساب فخص أنا نقولها لكم صراحة الدولة دي لنا مبنية على جوجل حويج كبار على الإسلام والإمامة وخص الناس اللي يفهموا ويتبعوا الأمور يردوا البال هذي الناس رهما ضد الإسلام وهذا الشي دي لهم كيتصر بالحكومة وكيجيبوه اليوم فوحد القالب جميل وتيبقى بالندم كيشوف بحال ذاك موغلي مليكن كيجيه ذاك التعبان وتيبقى يدور لي عينيه كيضوخوا عقلتي ولا هذا الفيلم موغلي ولا ما عقلتي راه ذاك الشي اللي كيوقع مع ذا مع ذا الحكومة هذه فالأخري لا ما انتبهش ذاك موغلي رغي يأكلوا ذاك التعبان وبالإضافة قال لك سيدك يجيبو لنا واحد العدد ديال البرامج وديال النصوص المعادية للأخلاق والمعادية لتعليمنا والأفلام وتيقولوا دبا والله إلا تكن قد تعجب جاتنا الطلبات واحتجاجات ديال الأسات ديال الارفضوها تشيد وزوه قليلة مع الأسات الشديد الأخرين اللي قبلوا هاتش كيفاش قبلوه واش مقدمش هذا الفساد الشائع في الإداعات والتلفزيونات والمواقع الاجتماعية حتى يدخلوا حتى الدلالي في المدرسة الدلالي في المدرسة ستتعلموا من المبادئ والأخلاق باش كتكون كتكون الشخصية ديالهم باش تقدو يواجهوا الفساد اللي غيطلقوا معاها في المجتمع اللي ولا اليوم شائع ومشاع بكل بكل الوسائل القضية ديال ديال ما هذه القضية ديال الصناعة الوطنية الدوائية أنا نقول لكم وحل القضية أنا متفق باش يبطوا الأتمينة ديال الأدوية ولكن إلا كانت هذه الأتمينة ديال الأدوية غادي يضر بتشغيل ما يبطوهاش وواحد القضية يراجعوا دوك الشركات اللي كيندجوها باش يخفضوا التمان فرنسا الإخوان اليوم تشتكي ماشي المغرب تشتكي بل تخافوا من الزوال لسببين منها أنها صناعتها أهلكت بلا ديالوكاليزاسيون فالأخر هاد الناس غايمشوا في حالتهم يخلونا هنا يبوحدنا لأنه إلا ما بقوش كيربحوا والمسألة التانية لأنه ما بقاتش عندها مراجع فاش غايبقاش هاد الفرنسا وفاش ما بقاتش الدولة مسيحية أكثر من واحد وخمسين في المئة ديال الفرنسيين لم يعودوا يعترفون بوجود الله وأما الكنيسة وأما الكنائس كتسدوا كتباع إلى آخره فهمتينه لله وبطبعة الحل للخدام والحرب ديال الإسلام والحرب على الإسلام والحرب ديال المسلمين ورح نغادين في الطريق بقات واحد القضية غادي نختم بها هي القضية ديال الفلسطين باش تكون زعمال أمور واضحة إحنا دبال إخوان نتكلم على نفسنا كدولة المواقف ديالنا الرسمية وديال جلالة الملك معنا ما نقولو فيها كيف مكن الحال وأنا بالمناسبة ضد كل ما هو إدان لدولتنا لا يجب أن ندين دولتنا إطلاقا موقفنا من فلسطين كشعب وكأمة وكدولة مشرف وخصوية بقى مشرف ولكن هنا أشياء يعني نحن شخصيا في الحزب حتى وإن كنا حاولنا أن نتفهم ما في وقتنا من الأوقات الآن تغيرت الأمور هذا ما بقاش محاولة المتابعة ديال الفلسطينيين الرسميين على ما يفعلون هذه ولات يعني إبادة وحشية غير متخيلة لإخواننا الفلسطينيين وبلغ ما يكونوا إخواننا يكونوا غير بشر إخواننا في الإنسانية إخواننا في الدين إخواننا في الشكل إخواننا في اللغة إخواننا في التاريخ إخواننا في الجهاد المشترك كل ما وقع سابقا من ما لم يكن مقبولا يعني من أمراء الأندلوس ومن إلى آخره لم يعد يذكر ولكن الحار اللي خلوا صلاح الدين للمغاربة والباب اللي خلوا صلاح الدين للمغاربة ما يزالوا وذكرنا بصفة معينة قال هؤلاء قوم لا يؤتى من قبلهم لا يؤتى من قبلهم يعني هو مما معمرهم سيخويو بنا جاءت يبدو يبدو أن شي سفينة جاءت كتحمل السلاح جاءت باش تمول فطنجا مشاه واحد آلف ديال الناس اللي نقول ولا قل شوية ولا أكثر شوية كيحتجوا كيحتجوا رافعين الرائس ديال المغرب ديال الفلسطين وربما ديال حزب الله وكيحتجوا ديال لبنان عفوا ديال لبنان ويحزو قاعد ديال حزب الله حزب الله اليوم حزب مقاوم يعني جات جات مجموعة ديال الناس كتحتج كتشكي الله بهذا الشي إذا كان هذا الشي صحيح نحن في حزب العدلة والتنمية قدرنا في البيان ديالنا استنكار ديال هذا الشي قالوا لنا الإخوان ديالنا قالوا لنا لا استعب الإله والسيد الريس قالوا لنا نرى هذا الخبار لم يتبت فلم نزيد على أن طالبنا بأن يعني تصرح لنا الحكومة بالحقيقة كاين هاتش الشي ولا ما كاينش فقط يا كاين الشي اللي در نفس لم نقول غير هذا ما الله يشهد ما دعونا أحدا لكي يلتح قوطان الجاولة لكي يحتج إلا شي واحد قالوا لكم وقال لي يعب الإله ولا الحزب سير ينضي يوقف يكدبني قدام الناس اللي بغا يمشي يمشى ما عارفين جاينش كل يمشى قمتينوا لله مع هذا ربما بعض الأشخاص اللي شناهم في الفيديو ومشوتي يحتجوا واشي يجي خبار بحال هذا كتعرفوا باللي هذا الشي هذا ما شي سياسة هذا دين هذا لا يجوز شرعا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم هذا كلام الله واشي محولي يا راه هذه دولة إسلامية وراء رئيسة وأمير المؤمنين وممكنش حنا نعملوا واحد للحاجة حرام 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 أن نساعد الإسرائيلين على أن يقتلوا إخواننا ما يسمى بالتطبيع شيء وهذا شيء آخر لا يجوز أنا كان نقولها وكانت حمل مسؤوليتي فيها وشيء واحد الرباعة ديال ديال الخفافيش ديال الإعلام ديال الضلام فمتين الله ما عطوش كيدروا ما كيدروا خرجوك يقولوا عدل والتنمية صفت الناس دياله والله ما صفتناهم وهذا شرف لن ندعي ولا صفتنا شيء واحد وهذا شرف لن ندعي وليه كان درناها نقولها ونتحملوا مسؤوليتها وليقع ما يقع واش العدل والتنمية دبا يعني شكي يسحب لكم واش غيمر السياسة يعني من خلال من خلال ماذا يعني غادي بقي يشوف بحل ربما وقع لبعض الأحزاب يعني يعني شيء طريق تتوصل شيء منصيب إلى آخره وينود يبدأ 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 يحتالوا لكي يصل إليه أفل لكم ولمناصبكم ولم تعبدون من دون الله نحن 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 نهر لول اللهم الجمر ديال الدنيا ولا الجمر ديال الآخرة ومن لي تجيل شيء حاجة بحالة دي ما غانتنازلوش وما غانتتراجعوش وانتهى الكلام ويسمحوا لي يا لإخوان المشارقة نستفد منهم هاد الجملة هادية يقولوا اللي بدو يصير يصير وما يمكنش وما يمكنش احنا ما زال ما قلناش بالليل المغرب دار هاد شي ما زال ما قلناش ونحن نكره أنه دينا دولتنا بجميع الأحوال ولكن رأي الحكومة مسؤولة وخصها تقدم وخصها تكون خصها تعرف شنو هي تكون مسؤولة وتحمل مسؤوليتها وراء التاريخ ما يذكر إلا المواقف ديال الرجولة وديال البطولة وديال الشجاعة وديال الكرم وديال المبادئ حاتم الطائرة كان قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزال يذكروا إلى الآن والبخلاء لا يذكرون إلا في كتاب الجاحض سبحانه ربك رب العزة عما يصفنا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شكرا